عمرها يتجاوز 85 عاماً أمريكية الصنع اسمها دوج براذر ميلاد إنتاجها 1925 وبهذا التاريخ تعتبر أقدم سيارة موجودة في الشرق الأوسط بحسب رأي مالكها محمد القيعاوي ويضيف أيضاً بأنها من النوادر وقلة في العالم ينعمون باقتنائها أول شيء السيارة هذه شبهنها لموزين كانت تستخدم بالسابق السيارة هذه تمتاز بجنوتها الخشبية زيادة على ذلك التشغيل الهندل امتدت تفاوض حول شرائها من مالكها السابق في الولايات المتحدة قرابة شهرين حتى وافق على بيعها ويرفض محمد الكشف عن سعر شرائها ويكتفي فقط بالقول إنه مرتفع من يوم أني صغير أنا أحب أشوف السيارات وخاصة السيارات القديمة تكون أشكالها غريبة تكون زي جنط خشب سيارة يكون لها جنحان من الخلف زي عندك كدلك 59 كرايزلر نوع سرطوقة يكون لها جنحان من الخلف بيوك أحبها هذه هواية اقتناء السيارات القديمة مستهلكة للمال والجهد والوقت وسبب للكثير من الندم حسب كلام محمد القيعوي حيث أن الهاوي من الممكن أن يفرط بسيارة ثمينة عندما تقع عينه على نادرة ليشتريها اشتركوا في القناة